كلما ضاقت بهم الحيال لجأوا إلى حصنهم الذي يلوذون إليه على الرغم من كل ما جره على العراق من مصائب وويلات التصريحات الطائفية التي يتسابق ساسة نظام المحاصصة على إطلاقها تكشف عمق الأزمة التي يعيشونها ومقدار الخطر الذي يستشعرونه خشية فقدان مكاسبهم النائب عن الإطار التنسيقي عارف عبدالجليل حذر مما سماه مؤامرة خارجية تحاك ضد المكون الشيعي بهدف تقسيمه وتشتيته لافتا إلى أن الإطار يسعى للخروج من الانسداد السياسي وإفشال هذه المؤامرة حسب تعبيره تصريحات تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة في محاولة لربط الفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة بمصير العراق عبر التهديد بالفوضى ومحاولة جر الصراع على المناصب إلى مربع الطائفية زعيم تيار الحكم عمار الحكيم برر هذه التصريحات بالقول إن حفظ المكون الأكبر ليست كلام فئويا أو طائفيا مشيرا إلى أن الإطار التنسيقية ليست تحالفا بل هو ملتقا لتوحيد وجهات النظر بين القوى السياسية الممثلة لهذا المكون على حد قوله وبينما يواصل شركاء العملية السياسية العسفة على وتر الطائفية يبدو أن هذا الرهان بات خاسرا ولم يعد يجد له صدى لدى الشارع العراقي الذي يزداد صخطه وغضبه احتجاجا على ما وصلت إليه الأوضاع في البلد لا سيما بعد أن عمق الانسداد السياسي من الأزمات الاقتصادية وتسبب بتعطيل حركة الحياة نتيجة ما ترتب عليه من تأخر إقرار الموازنة المالية العامة للعام الحالي فساد وفقر وغلاء أسعار ترد خدمات وانهيار مؤسسات وغياب للقانون كل هذه الكوارث لم يجد فيها ساسة نظام المحصصة الطائفية ما يكفي ليبرر فشلهم في تشكيل الحكومة فراحوا ينفخون في رماد الطائفية علها تشتعل وتسهم في تدارك ما يمر به نظامهم من مازق حتى وإن أحرقت البلد من جديد